اشتركوا في القناة منهج للخير منهج ايمان منهج للغير ولكل انسان منهج بسم الله الحمد لله وصلي واسلم على رسول الله ايها الاحبة في كل مكان السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته وحياكم الله في اللقاء الثامن عشر في اليوم الثامن عشر من رمضان في الحلقة الثامن عشر من منهج واليوم موضوعنا زي ما حكيت عنه اه مبارح هو بيت الحما بيت حماي بالبداية بدي اشكر كل الكناين انا مش كتير شاطر بالمصطلحات كل ازواج الولاد وزوجاتهم وجميع الختائرة والحجات والحموات ودار لحمة اللي الحمد لله عارفين يديروا امورهم صحيح والكناين اللي عم بتعاملوا صح مع بيت حماهم بيعتبروها بنتهم وبتعتبرهم زي ابوها وامها وبعتبرهم زي ابوه وامه والحياة سعيدة في هذه العائلات فكل شكر لهم لكن بالمقابل صراحة عم من شاهد مشاهد اجتماعية سمحوني على اللفظ لكنه علمي متأصلة مشاهد اجتماعية سلوكية عم تتأصل او اصلا موجودة بالاصل جوه ثقافة بعض الحموات وبعض الكناين هلأ سمحوني يعني البعض بحكي انت بتغاوز مع الستات والبعض بحكي انت بتغاوز مع رجال بس موضوع الكنة والحماية حذكر الموضوع بصيغة الانثى حجيب حعرج على الزوج لانه اغلب المشكلات بين الكنة والحماية في مشاكل بين الزوج ودار حماية احيانا اه بس خلينا على الاغلب المشكلة الاولى اللي ممكن نواجهها وهحكي هحكي الان على امثلة واقعية واعتبروني بحكي بلسان ابنائكم وبناتكم وحمواتكم ودار حماكم لانه مرات احنا بنعرف الحق بس منخاف نحكيه وبالذات مع امنا ومع ابونا ومرات مع زوجاتنا منخاف نحكي عنه احسن ما امي تزعل وتغضب علي مع انه انا عارف انه انا كلامي صحيح بس غضب الوالدين ما بقدر عليه مع انه من بر الوالدين تصويب اخطاءهم بكل رقي وخفض لهما جناح الذل من الرحمة نحكي معهم بكل رقي بكل خضوع بكل تذلل بكل حب لكن لما نشوفهم اخطاءوا لازم نحكي معهم اعطيكم مثال ذلك يعني بجوز في الوطن العربي في الغالب اذا قعدنا مع الزوجة مع الام الام بتمدح الاخوال والخالات حتى لو اخطأوا بجوز الام ما تقدر تشوف خطأ الخال والخالة لكن يا وين العم او العمة اذا اخطأوا خطأ صغير حتى لو ممكن يبرر برضو بتم تسليط الضوء عليه من الام انا ما بحكيش عن شخصيات معين عشان ما حد يزعل مني بحكي عن اشياء عن جد وانا بعد بالحلقة وصلني كثير حكي وفعليا موجود ومن مشاهداتي موجود طب يا امي طبعا ما احد من الولاد ولا البنات بقدر احكي للام يا امي طيب يعني هذا هو العمامي عمامي لو سمحت عمي انا عاذره لا ما بنقدر نناقش وهذا ترى خطير والاصل من حبنا لامنا وبرنا فيها انه نعدل والعكس ربما الاب لما يشوفين غلط اف طالع زي اخوالك مخو المنته طب ارضو بدنا ننصح الاب فهاي العد العدائية او التكوين العدواني انه الام بتهجم على العمات والعمام والاب بديهجم على الاخوال والخلات اعتقادي انه كثير مننا بعض مننا ما بعرف بعاني منها وهذا خلل اجتماعي لا يرضى عنه ابدا ربنا وبلا شك ولا اسلامنا انه الاصل في العلاقة الزواجية اللي صارت هو الفة وتواد ومحبة مش بس بين الزوجين حتى بين العائلات فالاصل الاصل وهي وسيط الاولى الامهات يبحثنا عن نقاط تميز الاعمام والعمات كما يبحثنا عن نقاط تميز الاخوال والخالات مش بيت لحمة اعداء زي ما البعض يظن ولا حماتك بتكرهك زي ما بتظني او زي ما بتسمعي من امك ولا كنتك بتكرهك زي ما تسمعي من بناتك هذا الموضوع الاول موضوع التاني انا مش قادر ادرك كثيرا ليش كونها حماي حماتها يعني معناتها لازم تتلبس او اتفرج لها بلبوس ربما البعض مش الكل بنظر لها نظرة العداء حتى مسلسلاتنا وحتى افلامنا العربية من ما ربنا خلق السينما والتلفزيون ونظهر دور الحماة بانها عدائية ودور الكنة عدائية وهذا خطير جدا وهذا من احد اهم الاسباب اللي بيكون العدائية اللي هي تنشئ المجتمعية كيف المجتمع عم بيكبرني بيحكي امي بيحكي ابوي ايش شفت من امي مع ستي ام ابوي ايش شفت من ستي بتحكي على امي ايش بيشوفه سلزلات فمننشأ تنشأ اجتماعية بتسبب الفجوة الكبرى ونفقد متعة حقيقية كبرى في العلاقة مع بيت اللحمة او مع الكنة المشكلة التانية انه كلام الام مصدق وخليني انا يعني زي كني يمشي بحق الالغام بديش حدا يزعل مني فالفكرة انه عند بعض الازواج وهذا بيعاني منه كثير من الزوجات كلام امي مصدق يا اخي يا ابن الحلال امك عم تتدخل بحياتنا مثلا بيطلع لها تنصحنا امك طبعا طبعا بديك تسمعي نصحتها بلا شك بس اما تقرر عنا ايش نشتري وايش نبيع وين نسكنه ايه متنصحه بعض الحموات بيوصلوا لهذا التسلط فكلامي اول شي للزوج انه والدك على عينه وعراصنا لكن هذه حياتك زي ما بحكوها بالمثل العامي العبوحتك تيجي راضي هاي مساحتك هادا بيتك هاي قراراتك انت وزوجتك مش قرارات تدخل فيها والدك اصلا عيب بحق الحجة الكبيرة تدخل باشياء تافهة صغيرة يعني بعض الحموات بيدخلوا نطلع مشوار بيكون الزنا متزوج بشهر العسل ولا لهم سنين متزوجين هم والولاد يما خليك من البيت فيش داع تطلع اليوم ما إلك دخل بالعامي مش شغل الحجة الله يحماها شغلها تنصح شغلها مثلا تنصحكم بالإدارة المالية في إصراف مثلا بطريقة راقية ورائعة دورها شوية تعتب عليكم زمان ما مريتوا علينا دورها ماشي بس مش دورها لا يما الله يرضى عليكم الساعة ثمانية ناموا كلكم حقيقة في حموات من هذا النوع لا البرادي لسه مش وقت تغيروهم مش وقتهم السن الجاي غيروهم مش 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 شغل الوالدة الله يحماها ويحفظها فإذا زوجتك ضجرت معها الحق لكن برضو نصيحتي للزوجة بدك تكون إيجابية وذكية في توجيه النصح لزوجك وبنفس الوقت تكون ذكية وإيجابية بتوجيه النصح لحماتك بإنه حياتنا وإنتي ماشاء الله بيتك رائع وإنصحينا ونسمع منك بس يعني في خطوط يعني الكيش فيها ودوري أوجه الحموات أرجوكن يا أمهاتنا الكريمات الفضليات الرائعات إلكم أكبر الفضل بعد ربنا علينا بس في أشياء مش حلوة مكانتك وروعتك وإنتي جوهرة وألماسة تنزل إلى إشي مائل كفير الدايق الصغار أو الدايق بنت كنتك أو غيره هذا برضو رسالة كثيرة طلبوا مني الناس أوجهها وحقيقة أنا بدي أوجهها وشفت مشاكل من هذا النوع شفت طلاق بين زوجه وزوجته معينهم يحرم التفقين ومحبوا بعض بس مشاكلهم كل ما هالحجة تدخل تخرب بينهم فالبنت وأنا مش مع هاي الفكرة فكرة الحردان إنها تروع بيط إليها أبداً ما تروحي بس للأسف موجود بتزعل وبتحكي مع أبوها وأبوها بده يعصب وبده يجي على زوجها وبده يزعل منه من وراء هالحجة الرائعة الختيارة الحماي اللي ما في إلك داعي تدخلي بتفاصيل حياة ابنك أو كنتك ما في داعي لبسها مش لبسها هي ناضجة وكبيرة وعاقلة وعندها زوجها هو يعني بنصحها بس والله قصري طولي افردي ضبضبي مش إليك فصراحة هاي الوصية الأولى المهمة جداً برضه أو التانية المهمة جداً للحموات تخلي إليك قدرك وروعتك وثقلك ونصيحتك وحكمتك لا تروحي يا حجة لسفاسف الأمور نصيحتي كمان التالتي للكنة مش كون حماتك نصحتك تقطع الحبل ترى في منهم يعني ما بيصدقوا بتكون موصيين من بيت أمها يما وهذا خطير أوعي تسمع إلى أمك بهاي الحالة إذا نصحتك بالشر أول شهر إجوا عليك وراحوا من عندك وإقطع إجرهم نسمعها نسمعها بكتير من دولنا العربية اعمل حالك مريضة أحسن ما هدول زي ما محكيها بالفلاحي خري مري عليكو رايحين جايين عليكو اقطع إجرهم امرضي اعتذري اداقيهم لما يجوا أول عزومة ترى عزومة العيلة بعد زواجكو كشري كشرا تخليهم يقطعوا اجرهم عن زيارة ابنهم فحقيقة هاي الوصايا اللي البنت بجهل الكنة بجهل وستداجة وبساطة وشر من الأم أم هلا هاي البنت هاي البنتي حرام تصدقها طبعا هذه الوصايا احنا نسميها وصايا شيطانية انت يا فخامة الأم بتوصي بنتك بما يؤدي إلى خراب بيتها وعشها أنا تقريبا عن جد قبل ما أجل حلقة عديت أكم حالة على الأقل مرقوا علي أنا خلال هالسنوات الماضية اتطلقوا بسبب وصايا أم البنت الكنة يعني وصايا شيطانية أكثر من 15-20 حالة خاصة أول أشهر من الزواج بدها تقطع جرداء رحمها بنتها عن بنتها إياكي الحياة الزوجية يا بنتي قائمة على الحب والمودة والسكينة والرحمة والإيجابية والسعادة والابتسامة وخدمة حماي وحماتي تماما زي خدمة أمي وأبوي وهذا هو المنظور الإنساني حقيقة لا مفهوم الزواج علاقة مش بين شخصين علاقة بين عشرتين بين عيلتين بدي أنا أراعيها وأشوفها وأدرسها وأتقنها بدي أستقبل حماتي زي ما باستقبل أمي واستقبل حماي زي ما باستقبل أبوي هذا الفكر اللي إحنا بدنا إياه بشكل صريح وواضح في حياتنا حقيقة الزوجية هلا من ضمن الأشياء اللي ممكن نسبب مشكلات بين الكنة والحماي اللي هي زي ما حكيت التنشئة أنا كيف بنشأ في بيتي كيف شفت أمي بتعامل جدتي كيف شفت جدتي بتعامل أمي وفي أسباب تانية لهاي المشاكل هنحكيها لكن بعد ما نطلع لهذا الفاصل وبعده راجعين حتى نواصل منهج وموضوعنا بيت حماي حياكم الله من جديد ما زلنا موضوع بيت لحمة وحقيقة والله العظيم إنها موضوع في غاية الأهمية بجوز مش كثير عم بنطرق بالإعلام لكنه في غاية الأهمية لأنه بجوز ما في بيت في الأم العربية إلا ويعاني من مشكلة أو أكثر بسبب العلاقة بين الكنة والحماي كنا عن نحكي قبل الفاصل عن أسبابه السبب الأول حكياته اللي هو التنشئة الاجتماعية أنا كيف بنشأ شوف بالتلفزيون شوف أسمع أمي بتحكي شوف أسمع ستة بتحكي يعني عفوا سامحوني بس في لفظ مشهور في كثير من الدول العربية لما تدخل الكنة مثلا مثلا أو حتى ممكن تدخل الحماي نرمي كلمة وهي الحية دخلت الحية يعني خطير المثل الصغير اللي ما سمعت أو الشاب الصغير اللي ما سمع إذا نفهم تماما إنه هاي العلاقة علاقة حرب فلما تصير هي بمرتبة الكنة والحماية بتتعامل بنفس تنشئة هيك نشأت التلفزيونات هيك عم بتدخلنا مسلسلاتنا وأفلامنا اللي كلها خطيرة حقيقة الموضوع الثاني فرض سوء النية وهذا اللي عم بعاني منه كثير من الناس عم بنظر لسلوك اللي قدامه خاصة الكنة للحماية أو الحماية للكنة أو عمم ممكن الصديقة لصديقتها أو الصديق لصديقه أو الزوج لزوجته أو العكس عم بنظر بالسوء نية عم تنظر الكنة للحماية أيوا أبصر شو قصدها لما دخلت وحكتها الكلمة وكفي لبعض بالعماني بالأردني عن نقرة حكت كلمة هديك يا حرام بتخس النص وهي بتجهد حالها تفكر كيف بدها ترد على حماتها أو الحماية كيف بدها ترد على الكنة حرب شعواء الله وكيلكم حرب شعواء ليش سوء نية ما في عنا حسن نية أبصر شو نيتها أبصر شو قصدها سبب شنيع مع أنه كل إسلامنا بحثنا على حسن النية وهو أصل من أصول الإسلام في التعامل الاجتماعي حسن النية النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو حثنا ووجهنا إلى أن نبحث للخطأ إذا شفت خطأ في عيني من أخوي أو من كنتي أو من حماتي سبعين عذر سبعين عذر أبحث له للخطأ الأخطاء أدامي عشان حسن النية للأصل في الإسلام موضوع آخر لهو أنه إحنا في عنا فن ما منقدر في فن مفقود مفقود اسمه إذا بدك تحكم على موقف الآخر ضع نفسك مكانه حط حالك حطي حالك مكان حماتك حطي حالك ما حل كنتك ممكن كنتك جاي شوية زعلانة ممكن طبيعي بس مش معناته تقوم الحرب بينكم القطيعة تستمر أشهر وسنوات ما هو قبل سنتين دخلت مرتك علي وزعلانة طب ما هو ممكن إبرك ضناك الحلو هو اللي مطلع مرت زعلانة فدخلت معصبة متضايقة بدك تحطي حالك مكانها ممكن تكون حامل مثلا بدنا نعذر بعض بدنا نحط أنفسنا مكان للآخرين ممكن حماتك تعباني ضغطها مرتفع سكري مرتفع مش معناته أنت حكيتي معها ما ردت عليكي معناته اتجاهلتني بدش حكي معها بتحبنيش بتحكي ليش مرتين يروح على أمك إلى آخرين حماتك حطي حالك مكانها ستة كبيرة يا رائعة ختيارة والدتك طالع السكري طالع الضغط نفس الشي حطوا حالكم مكانهم زي بنتك يعني عامليها زي بنتك بنتك لما تدخل عبيت حماها بترضي حمات بنتك تعاملي تعامل بنتك زي ما أنت بتعاملي كنتك مثلا أنا ما اتخربطت بس يعني أنتوا فهمين عليه شو عم بحكي و أنت نفس الشي بترضي مرت أخوكي تعامل أمك زي ما أنت عم بتعاملي حماتك حطوا نفسكم مكان الآخرين يا جماعة ارضوا عما ارضوا للآخرين بما ترضون عنه لأنفسكم أنا برضه هيك أتعامل و برضه هيك أمي تتعامل و برضه هيك بنتي تتعامل فارضوا نفس الشي تعاملوا بلات الناس و أمهات الناس زي ما بدكم الناس أتعاملكم و أتعامل أمهاتكم شيء مهم جدا خليني أحكي عن وصايا سريعا عشان الوقت ما يداهمنا الوصية الأولى وهون الوصية للزوج الزوج بحالة الكنة والحماي هو ميزان الدهب اللي بدي يوازن هو اللي إذا رخه إدنه لأمه بتخرب الحياة إذا رخه إدنه لمرته بتخرب الحياة بده يكون متوازن ميزان دقيق جدا مش سهل لكن بده يتقنه أهم شي بالميزان التجاهل إنسا رحت على والدتي مرتك ومش مرتك ماشي أمي يهدي إنسي الموضوع كله بنحل ولا في إيجي إنتي عندها جراسنا كلنا بس اللي بروح على مرتك وبدك فيها وهي الله لو أرجيكي أروحي اطلع بيت أبوكي وإنتي بيطالق ولا مش طالق هذا ساذج عم بوصف ما عم بشتم يعني هذا سلوك ساذج سلوك بوصف ما بشتم غبي وصف وصف يعني الغباء وصف لبعض الناس ونفس الشي مع مرتك أمك وحكت لي آه سيبك انسي الموضوع أمي حبيبتي وإنتي عيوني وإنتي هاي عين وهاي عين بدنا نتجاهل هذا الوصيل الأولى للزوج إنه أنت ميزان الدهب الدقيق في الموضوع رخيت إدنك خربت حياتك وحياة أمك وحياة مرتك أولادك الأمر الآخر فيه إشي يسموه العدل بسمعنا عنه كلنا العدل لما يكون فيه مشكلة حقيقية وتشوف إنه الأمور زادت والشكاوي زادت من مرتك من والدتك من هما من كلتيهما العدل العدل بكتحكم بالعدل سواء كانت يعني زوجتك محقوقة أو والدتك محقوقة سواء كان العدل مع والدتك أو مع زوجتك بكل حنكة واحترام وعدل لو سمحت يا أمي أنت عيني وعراسي أنت اللي جبتيني على الدنيا بس يعني هذا المكون اعتقادي لو قلت كذا كذا أحسن من كلمة كذا إن صح واجبك تنصح واجبك توجه وتكون عادل أو مع زوجتك أنت عيوني وأمي وأنت على راسي بس هاي الكلمة ترى كانت شوية مش مناسبة لو حكيتي هيك هيك أو لو فكرتي هيك هيك مع والدتي فالعدل هو أساس الحكم في كل شيء حتى الخلاف بين الكنة والحماية العدل أساس جدا مهم في أني أحكم بشكل صحيح وصريح للخير بين الناس دائما مننصح أنه نحط أنفسنا مكان الآخرين وهون دور الزوج كمان بأنه يطلب من زوجته تعرفين لو عرفتي أن أمي اليوم إلى هاي وين ثلاثة ضغطها مرتفع لو فكرتي بس بهذا الموضوع السكري عندها طالع شوية أخوي اللي مسافر برة ولا أختي عندها مشكلة فسامحيها أعذريها حطي حالك مكانها نفس الشي مع الوالدة فحقيقة حل المشكلات بين الكنة والحماية بشكل كبير جدا تقع على الثلاثية لكن بشكل واضح على الزوج ما بدي أثقل عليك لكن هذا واقع لأنه إيجاد التوازن لأن الثقافة المشكلة أن الثقافة الموجودة بمجتمعنا تقوم على مثل هكذا أفكار لأسف الشديد فبالتالي بدك تكون متوازن وبنصحك بالتجاهل والحكمة أمر آخر مهم جدا للزوج القدوة يعني أنا صراحة والله ما بتركب عندي ولا بتركب عن زوجتك ولا بتركب عن زوجك كمان القدوة لله أنه أنا كيف بدك إياني كزوج مثلا أتعامل مع والدتك بكل احترام طبعا لازم أحكي بس هيك حكي الزوجات مع أنه أنت تمنعني أروه عند أهلي أنت بالشهر مرة لما أقدر أحكي تليفون ولا بالأسبوع مرة لما أحكي إذا عرفت أنه أخوي جاي من السفر وبدأ أروح أزوره بتشرشح الدنيا لازم أنا كل يوم أروح عنده يعني القدوة أنت بدك تطلب من زوجتك احترام وحب وود وصلها تراحم مع والدتك وأهلك نفس الشي هي أهلها بدها تروح وبدها تزور وبدها تقعد بدون مبالغة لا مع أهلها ولا مع أهلك فخلينا منطقيين في موضوع القدوة بالمقابل كمان أنت إذا بدك زوجك يبر أهلك ودار حماة لهم أبوك وأمك وأخوانك وأخواتك طب ما أنت كمان يعني آخر مرة احترمتي أهله وجوز قبل ست شهور وندخلتيهم بيتك قبل شهار مثلا فكيف تطلب منه إشي أنت ما بتعملي فالقدوة لما أنا أبادر بالحسنة مع زوجتي لأهلها أو مع زوجي لأهله نفس الشي بلا شك رح تكون مبادرة لأهلك ومبادرة لأهلك مش من المنطق مش من المنطق أبدا زي ما منشوف بعض الحياة للسيشارات تيجي يحرامي الزوجة من هكي من زوجها طلبات 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 لأهله وخاصة إذا كانوا عايشين بعمارة وحدة الأب والأم والختيارة والختيارة والأخ ومرته والأخ الثاني ومرته والأخ الثاني ومرته والأخ رابع ومرته ومرات الخوات وإزواجهم بدوا إياها ملاك مخيف تعمل تحت أقدام أهله تحت أقدام أمك عينه ورازي بس تحت أقدام والله خواتك لا ربنا ما قالها صراحة احترام مود وحب طبعا لكن بالمقابل لما يكون أهلها بدهم إياها زيارة العادية الأسبوعية اتصال اليوم الهاتفي لا لا ممنوع ومرات الأهل بيكونوا قراب جدا من الزوج من عمارة الزوج وأهله فبأي منطق بالله عليكم أنا بس بالحلقة هاي بدي أسأل تساؤلات أخاطب ضمير كل زوج بيعمل هذا النوع من السلوكيات الغريبة مع زوجته يا غي خليها تروح تزور أهلها زي ما أنت بتهلك أهلها وهي عم تشتغل بعزائمك وعزائم أهلك كمان بدك تحترم حقيقة أهلها ورغبتها هاي موضوعات حبيت أثيرها اليوم مهمة جدا في موضوع الكني والحماي حياكم الله والآن مع صديق الدكتور منير الجعفري وحديثه في درسه عن العمل الصالح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعيش مع قوله تعالى وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وفي آية أخرى نتعرض من خلالها ونتعرف على خصار العمل الصالح فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ونعيش مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم الغالية التي يوصي بها أمة فيقول بادروا بالأعمال الصالحة فتن كقطع الليل المظلم والذي ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة يجد العشرات بل المئات من المواقف العملية تدل على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عبادته في بيته كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قيامه تقول له عائشة عندما دار الحوار بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدت قيام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تتفطر قدماه تقول يا رسول الله أتقوم الليل وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تعجبت من حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا وعندما نستمع إلى المواقف العملية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في إنفاقه في طاعته يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بينما كنت أسير مع النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجبذا النبي صلى الله عليه وسلم جبذا شديدا حتى أثر في رقبته ماذا قال؟ قال يا محمد أعطني من مال الله ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكريم أخلاقه فما كان منه إلا أن ضحك وأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء وعندما ننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام يقول النبي لبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته ما الأمر؟ فإني سمعت دفا عليك في الجنة ماذا فعل بلال؟ حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفا عليه في الجنة ماذا فعلت يا بلال؟ هل فعل أمرا عصيرا؟ أمرا شاقا؟ لا قال يا رسول الله والله ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب الله تعالى لي بهذه الميزة العظيمة نال بلال تلك الدرجات العلا في جنات النعيم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربئ الصحابة الكرام إلى المسارعة إلى فعل الخيرات وهذه رسالة إلى المعلم وإلى المعلمة وإلى الأب وإلى الأم وإلى الدعاء جميعا أن نربي الناس على طاعة الله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عندما كان يخاطب الصحابة وينظر إليهم السؤال الأول جاء من رسول الله من أصبح منكم اليوم صائمة وهذه نظرات من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام فقال الصديق أنا يا رسول الله ثم جاء السؤال الذي يليه من النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق منكم اليوم بصدقة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصحابة فقال الصديق أنا يا رسول الله ثم جاء السؤال الذي يليه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عاد منكم اليوم مريضا فقال الصديق أنا يا رسول الله ثم قال ومن تبع منكم اليوم جنازة فقال الصديق أنا يا رسول الله ثم جاءت المكافأة من النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت هذه الخصاد في امرئ إلا أدخله الله الجنة وفي مواقف عملية عندما نلاحظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يتسابقون إلى فعل الخيرات عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما وحث الناس على الصدقة يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فوافق ذلك مالا عندي ماذا فعل عمر ذهب إلى بيته وجاء بنصف ماله ووضع المال عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لنفسك وعيالك قال يا رسول الله أبقيت لهم مثله ثم جاء الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لنفسك وعيالك قال أبقيت لهم الله ورسوله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يسارعون إلى عمل الخيرات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم كل شكر دكتور منير اشتركوا في القناة